في رواية هذه الرواية مذكورة في كمال الدين المجلد الثاني صفحة 655 سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قدام المهدي صلوات الله عليه بلفظه الآخر قدام المهدي موتتان موت أحمر وموت أبيع هذا النظام العالمي دا يجر البشرية كلها كل البشرية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة احنا من عيش حالة الآن النظام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم الله يأخذ الآثار الوضعية لا تفرق تشمل الجميع قدام المهدي صلوات الله عليه موتتان موت أحمر وموت أبيض الموت الأحمر السيف حروب هذه القنابل الذرية المنم هيئيها لقتل البشر إذا قامت حرب عالمية ثالثة شنو يصير هذه القنابل الذرية النووية القنبل الصغيرة اللي ألقوها على هيروشيما قتلت في لحظات أكثر من مئة ألف إنسان ثم بخرتهم انعدموا والقنبل الثاني التي ألقوها قتلت لعله أكثر من سبعين ألف إنسان مئة وسبعين ألف هاي القنابل اللي الآن نمسوها شنو نسوي بالبشرية الموت الأحمر السيف والموت الأبيض الطاعون الأوبئة هاي الأمراض اللي الأنظمة الحديثة ابتعادوا البشر عن الله دا يولده الآن كم مليون إنسان مصاب بهذا المرض الخطير نقصل مناعة المكتسبة اللي هو مرض معدي ومسري حتى إلى الأبرياء كم واحد كم مليون إحصائياتها إقروها حتى يذهب من كل سبعة خمسة خمسة أسباع البشرية تنتهي على أثر هاي الأنظمة الوضعية وعلى أثر ابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى في دلائل الإمامة صفحة 249 عن النبي صلى الله عليه وآله أبشروا بالمهدي فإنه يأتي في آخر الزمان على شدة وزلازل الزلزلة ليش تصير؟ ما أدي شايفين لو ما شايفين رعب عجيب مرة تشعر بأن هذا البناء اللي بنيته لحمايتك هذا البناء دا يهدد حياتك قبل فترة صارت هناك زلزلة في قوم احنا كنا في الغرفة البناء دا يتحرك ثواني واحد ميع لما صنع شنو يصنع يتحير ليش هذه الزلازل تحدث؟ بشر لعله فعل البشر يخبئ فتقنبلة ذرية تحت الأرض تخل بالتعادلات المعادلات الطبيعية بشر شي سوي في تلك الحالة؟ بعد ما إلى ملجأ ملجأه هو الله وملجأه هو المنجي النعماني صفحة 269 عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني بذلك خروج المهدي أنه يتبين لهم أنه الحق هو من عند الله عز وجل يراه هذا الخلق لا بد منه لعله معنى هذه الجملة الخلق يشوفون بعد ما عندهم ملجأة بعد ما عندهم ملاذ إلا الإمام المهدي هناك بعد الإمام المهدي صلوات الله عليه يأتي كمنجي وكمنقي ولا بأس أيضا أن نقرأ هذا الحديث المذكور في كمال الدين جزء واحد صفحة 318 عن الباقر صلوات الله عليه ثم يضع السيف على عاتقه إشقد الإمام يحارب حرب محدودة الحرب المحدودة التي يثيرها ضد الإمام الظالمون ثمانية أشهر فقط ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء لعله لأنه الجو العام مهيئ لذلك لا بأس أيضا أن ننقل لكم هذا قبل سنوات اجتاحت موجة من الفياضانات بعض دول أوروبا وقتلت الألوف وشردت الألوف أوروبا لم تشهد مثل هذه الموجة من الفياضانات من 150 عام إلى هذا اليوم قبل عدة أعوام لماذا؟ السبب ظلم البشر السبب أن الدولة الفلانية رفضت التوقيع على بند يتعلق بالشركات الكبرى تدرون أن الشركات الكبرى الآن توجه سياسات الدول العظمى؟ الحاكم الشركات الكبرى تحكم وتفرض هذه الشركات ضغطت على الدولة لكي لا توقع هذا البانك وإذا بهذا الخطر العظيم الاحتباس الحراري زاد من درجة الحرارة فأدى إلى زيادة ثوبان الثلوج وغزارة الأمطار فحدثت هذه الفياضانات البشرية سوف يأتي يوم نأمل أن يكون قريبا تشعر أنه لا ملجأ إليها إلا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه ولذلك عندما يخرج هذا المنقذ البشرية تقبل عليه المسيحيون يؤمنون به المسلمون يلجأون إليه إحنا أيضا في هذا العهد يمكن أن نسرع هذا النضج وهذا الوعي الآن العالم تحول إلى قرية صغيرة في هذه الغرفة الآن توجد كل الأديان والمبادئ والمذاهر الآن التشيع في كل غرفة يمكن أن يصل فكرة المهدية المنتظر يمكن أن تدخل في كل غرفة مو مثل قبل اللي كانوا يضعون الحدود قبل كان يخلون حدود لا تروحوا لا تتكلموا لا تروحوا إلى مجالسهم لا تسمعون كلماتهم الآن بعد ما يمكن بعد حدود ماكو الشاب يدخل في غرفته يغلق الباب ويتمكن يشوف كل شيء في هذا العهد يمكن تسريع دفع البشرية إلى الإيمان بالمهدي وانتظار المهدي والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى للتعجيل في ظهور المهدي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهوره ويجعلنا من أعوانه وأنصاره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر